نروح بقى لأخبار فريقنا فريق نادي الأهلي وقول لحضراتكم أنه طبعا فريق الأهلي راح النهاردة من التدريبات وفقا للبرنامج اللي وضعه المسيماني المدير الفني على أن يستأنف تدريباته بكرة إن شاء الله استعدادا لمواجهة نادي النصر في بطولة كاس مصر يوم الأربع اللي جاي الأهلي عنده مواجهات كتير جدا مهمة في المنافسات المحلية تبدأ زي ما قلت لحضراتكم بمواجهة النصر يوم الأربع في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كاس مصر وبعدها بقى مباراة القمة يوم الحد اللي جاي في الدوري إن شاء الله طيب ناخدكم بس الأزمة مشكلة نتمنى أنها تتحالي لكن أزمة متعلقة بالنسخة اللي جاية بقى إن شاء الله من دوري أطال إفريقيا المعادل اللي حدده الكف للبطولة الجديدة أنها تنطلق يوم 10 سبتمبر وده بيمثل بالنسبة لنا هنا في مصر مشكلة كبيرة جدا قبل ما يتم تحديد موعد القيد طبعا في الجبلية وعشان الأندية تقدر إنها تأيد لعبتها الجديدة أو تحسم حتى موقف اللعيبة اللي هترحل عن صفوف فرقها اتحاد الكرة كمان أعلن إنه الدوري عندنا هنا في مصر هينتهي يوم 30 سبتمبر يعني تحديد ورد جدا وتحديد بطل الدوري بطل الدوري الحالي المصري اللي هيكون لي أحقيات المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة اللي جاية يكون يوم 30 مع آخر أسبوع في حين أنه البطولة الجديدة مفترض أنها هتكون يوم 10 ده معناه طبعا فيه مشكلة كبيرة جدا ومش هيبقى فيه فرصة للأندية المصرية إنها تأيد لعبتها الجديدة أو ترفع أسماء اللعبين الرحيلين عن صفوفها وده يسبب لهم مشكلة فيما يتعلق بالمعاد وبالأسماء اللي هيتم القيد فيها في بطولة دوري الأبطال المسؤولين في الاتحاد عندنا في اللجنة السلسية يعني بدأوا يفتحوا كده ملف الاتصال مع الكاف عشان يوضحوا لهم إيه المشاكل أو إيه العقبات اللي هتمنع الاتحاد من إنه يخلص الدوري المصري قبل يوم 30 سبتمبر عندنا طبعا توقفات كتيرة جدا عندنا ظروف الكورونا المسم الحالي طبعا إلى حد كبير بدأ متأخر عندنا ارتباطات منتخبات ومشاركة الأولمبي فيه الأولمبياد عشان كده من الوارد إنه يعني الاتحاد المصري بيأمل إنه يحصل على استثناء من الكاف للأندية المصرية بشأن عملية القيد في الموسم الأفريقي الجديد